موسيقى نتكلم عن كنيسة تسالونيكي من مواقع طبعاً الرسالتين اللي كتابه من قديس بولس للكنيسة الأولاء للكنيسة لكن ممكن ناخد باختصار كده سريع خلفية عن مدينة تسالونيكي وزي أنها كانت مدينة مهمة جداً على الخط التجاري للإمبراطورية الرومانية كان فيها ميناء مهم لكن كمان كانت بتمتاز بأن فيها في المجتمع بتاع الحلال أخلاقي وإباحية شديدة شوية الكنيسة في تسالونيكي بتعاني اضطهاد من طرفين من اليهود ومن الأمم وإحنا بنتكلم على التحديات اللي داخل كنيسة تسالونيكي ممكن بس يبقى في بالنا أنه بعض التحديات دي ممكن تكون مرتبطة ببعضها البعض بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة وممكن تكون مش بالضرورة مرتبطة ببعضها البعض التحدي الأول اللي بيظهر في كنيسة تسالونيكي وإحنا هناخد كيس ستادي أو نموذج من داخل الرسالة بيورينا التحدي ده كالتفاصيل وإيه؟ تحدي التعليم تحدي التعليم بيظهر في كنيسة تسالونيكي بخصوص موضوع مجيء المسيح الموضوع ده حير قوي أهل تسالونيكي لدرجة أنه الرسالتين كانوا مرتبطين تقريبا بنفس الموضوع بوليس بيكلم أهل تسالونيكي بيقول لهم أما الأزمنة والأوقات اللي أنتو بشغولين بها أن يوم الراب قلص في الليل هكذا يجيء باختصار أنا باختصر بس الكلام بنفهم من كلام بوليس أنه أهل تسالونيكي كانوا من الواضح منتشر ما بينهم مقولة أو فهم أن المسيح مش جاي دلوقتي خالص يعني مفيش استاجال خلينا نريح ونسترخي لأنه يعني موضوع مطول لشكل ويع فالحقيقة أنه الأقوال ديات ما جاتش من فراغ لكن إنها تبنت على كلام بوليس أوريدي كان قبل كده في وجوده في تسالونيكي كان يتكلم عنه الغرض من الكلمة زي ما قلنا أنه هو الاسترخاء والراحة وإحنا في زماننا ممكن نلاقي حاجة مشابهة لده كتير معرفش أنتو في المرحلة الزمانية اللي إحنا فيها أنتو شفتوا دا وقال لأ بس وأنا صغير كنت بس مع كده مش عارف ليه كتير أنه علامة مجيء المسيح هي أنه إليه ييجي الأول وبدأ إليه مجيش المسيح مش جاي دلوقتي فواضح أنه مجيء المسيح كان بشكل ما مقلق للإنسان يعني إحنا متوترين ليكون المسيح جاي وده بيطرح سؤال يعني وليه مجيء المسيح مقلق بالنسبة لبعض الناس على غير ما هو المفروض يعني يكون شيء مفرح أو بالعكس يكون منتظرينه ومتوقعين مجيءه القضية مش قضية حساب زمن يعني نحسب بقى الوقت باقي قد يهي المسيح هيجي السنة الجاية كمان عشر سنين كمان تلتميت سنة لكن الحتة الكريتك اللي قدامنا هو أنه الإنسان اللي مش ممتظر المسيح هو مش مستعد أو مش صهران أو مش يخز واخدين بالنا من المرضوط بتاع التعليم لأن إحنا وإحنا ماشيين هنبقى بالناقش ارتباط التعليم بالتقوى الشخصية بتاعة الإنسان الواحد والتقوى المجتمع ككل تجاه بعض البعض وكمان في سلوكه بمعنى مسيرته في الحياة بيعيش إزاي ويمارس إيه وبيهتماماته إلى آخره يعني فبولس هنا بيعدل المفهوم الخاطئ المنتشر إنه لا المسيح لما يجي هيجي قلص وبالتالي فيش حاجة اسمها إنه جاي قريب أو جاي بعد كتير لكن إنت لازم الواحد مننا والمجتمع ككل الكنسي يكون عايش بهذا التوقع والانتظار إنه هيجي فجأة الانتظار هينشئ في الإنسان على الجانب التقوي استعداد وصهر لكن أقول لكم أن إليا أيضا قد أتى وعملوا به كل ما أراده كما هو مكتوب عنه المقولة دي اللي نحن أنا برد على كنت بسمعه وانا زغير إليا لسه مجاش وبالتالي المسيح مش جاي دلوقتي المسيح فيه زمنه بيقول إن إليا قد جاء وعملوا به كل ما أراده وكان كلامه هنا عن القديس يحنى المعمدان وبالتالي زي ما هناخد كمان تلات نقط أعتقد الإنسان في استماعه للتعليم فيه مكون داخلي بيأثر على استقباله وفهمه بمعنى أنه وإن كانت الكنيسة في تسالوكنيكي فيها مشكلة كبيرة أنه في البعض هم أنبياء كذبة أو معلمين كذبة لكن حتى مستقبل التعليم حتى وإن كانوا في بعض الأحوال بيستقبلوا تعليم سليم لكن ده مش بالضرورة يخليهم ياخدوا المفهوم السليم ليه؟ بسبب الأهواء الشخصية زي ما هنشوف كمان شوي في الرسالة التانية بولس الرسول هيكلم مع أهل تسالونيكي في اتجاه معاكس وكان بيقولهم المسيح جاي قلص لأننا سمعتكم بتقولوا أنه مش جاي دلوقتي خالص ففي الرسالة بقى التانية هيبتدي كلمهم عن ما يتزعزعوش سريعا عن ذهنكم ولا ترتع ولا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا أن يوم المسيح قد حضر لا ياخدى عنكم أحد على طريقة ما بعد ما سمعوا الرسالة الأولى وقال لهم المسيح هيجي يقلص فجأة ده خلاهم يبتدوا بقى يرويجوا إيه؟ الانبياء أو المعلمين الكذبة ده المسيح جايه والموضوع خلص يعني في الاتجاه المعاكس لكنه في جميع الأحوال تعليم خاطئ التعليم الزائف زي ما نقرأ في كلمات بوليس واضح أنه بيتم تدوله من خلال الكلام أو حتى من رسالة البعض بيتدعي أنها جاية من بوليس ويقوله بوليس قال أن المسيح جاهه والموضوع خلص هي أراء لهوتية أو إيمانية ملهاش سند أو مرجع لكنها بتنسب نفسها لإسم مشهور فيقولك بوليس قال ليه؟ عشان اللي بيتقال ده يكتسب مصداقية ويبقى له سلطة في وسط المجتمع فاللي بيسمع يقبل بلا مراجعة فبوليس بيقول لهم كده كأنها منا يعني الكلام اللي وصلوكو أو رسالة اللي وصلوكو كأنها منا هي رسالة مش منه بالفعل التعليم والأراء المزيفة ديت أو الكاذبة مع الوقت وانتشارها في وسط المجتمع تتنقل للذاكرة الجمعية كده وتبقى خلاص يعني متفق عليها وما بنفكرش هي جات منين لكن بتلاقي المجتمع بيرددها بدون تفكير لكن مهمة قوي في كلمات بوليس هنا نلاحظ أنه بيقول لا بروح ولا بكلمة أنه التعليم الزائف هو مش مجموعة كلمات فقط لكن زي ما المسيح قال أنه الكلام اللي بكلمكم به هو روح وحياة الكلمة المقدسة فيها روح وفيها حياة على العكس الكلمة المزيفة أو الكاذبة التعليم الكاذب هو فيه روح برضو بس مش الروح الكدس وفيه موت على عكس الحياة اللي في الكلمة المقدسة بيبقى مهم نعي الجزئية ديت أنه استمعنا لتعليم زائفة مش بس بيخاطب أفكارنا لكن لأنه عامل فيه أرواح ضلال هو كمان بيأثر على أرواحنا وله تأثير مش بالضرورة نكون إحنا وعيين ليه الحقيقة أن نشكر ربنا على كلمته المقدسة بتعمل العكس أنها بتحرر الإنسان لأنه روح الله عامل فيها وبتنق الإنسان من تأثيرات التعليم الكاذب المشكلة التانية برضو في التعليم في كنيسة تسالونيكي هي كانت بخصوص قيامة الأموات فوضح أنه موضوع الأخرويات أو الحياة الآتية عموما كنيسة تسالونيكي كانت بتعاني فيه فبوليس بيقولهم لا أريد أن تجهلوا أيها الأخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا قلبقين الذين لا رجاء لهم ده في تسالونيكي الأولى المشكلة هنا أنه بوليس لاحظ أوصل له خبر أنه أهل الكنيسة بيحزنوا طب معادي ما كلنا بنحزن هو الحزن الممنوع المشكلة هنا مش في الحزن أنه حزن عموما لكنه حزن زي باقي الناس اللي ملهمش رجاء فالمشكلة الحقيقية هي غياب الرجاء الرجاء هنا هيختفي ليه؟ لأنه ما فيش انتظار لقيامة الأوات أو ما فيش إيمان بقيامة الأموات الحقيقة دي نقطة مهمة حتى في زماننا الحاضر يعني أنه أي تشكيك في قيامة الأموات أو في الحياة الآتية بالضرورة هيضمر الحياة الحالية لأنه الحياة الحالية مش هيبقى فيه غرض من وجودنا فيه ليه نعيش حياة ونمتد فيها معا أنه هي حتمية وهي انتهاء الوجود بوليس هنا بقى بيربط الحال بتاع الكنيسة الطابع الحياتي للإنسان أنه الحزن بيسود عليه مش بس أن فيه ناس ماتت وفرقتنا وإحنا بنحبهم لكن حتى إحنا شخصيا من قبل ما نختبر هذا الفراق الإنسان بيجي له أزمة وجودية كده أو قلق وجودي لأنه حياته الحالية تصبح بلا معنى فبيقول لهم بوليس إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الرقضون بيسوع سيخضرهم الله أيضا معه ما هو المسيح ما كانش بقى هيجي بالنسبة لهم في الرسالة الأولى كانت بوليس بيخاطب الجزئية دي ومعها هو أنه الأموات مش هيقوموا بوليس بيربط قيامة يسوع وما جيه بقيامة الأموات بالنقطة التالية نتكلم على عمل الأهواء في موضوع التعليم زي ما قلنا من شوية وبوليس بنقرم مع بعض كلمات التالية في تسالونيك الأولى اتنين بيقول وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر خلي بالك هنا هو بيستعرض الأهواء اللي كانت ممكن تملى المعلم فبيقول ما فيش ضلال ما فيش دنس ما فيش مكر بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون ولا في عل الطمع ولا طلبنا مجدا من الناس لا منكم ولا من غيركم مع أننا قادرون أن نكون في وقار كروس للمسيح بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المردع أولادها هكذا إذ كنا حانين إليكم كنا نرضي أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا لأنكم صرتم محبوبين إلينا بنقول أنه الأهواء البشرية اللي جاية نتيجة سقوط الإنسان اللي موجودة في كل إنسان لو المعلم مش بينتبه ليها ويمشي مشوار التنقي منها أو التحرر منها هتطلع في تعليمه وهتسوق اتجاه تعليمه فهنا ده يعتبر تحذير لكل من هو في مجال التعليم الضلال والدنس والمكر خلي بالك ساعات الشخص ممكن لو مغلوب من محبته أنه يكون الناس راضي عنه هيبقى دهدفه في التعليم اللي بيقدمه فيقدم تملق أو ممكن يكون فيه مصلحة شخصية شهرة انتشار فده ممكن نشوفه فيه الكلام عن الطمع لكن بولس كمان هنلاقي في كلامه إشارات أنه المسئولية مش محصورة في المعلم فقط المستمع كمان ومستقبل التعليم أو التلميذ هو كمان مسئول في عملية التعليم دي لأن الأهواء لو بتملق الإنسان اللي بيستقبل التعليم زي ما شفنا في النموذج بتاع مجيء المسيح الأهواء بتخليني أفهم التعليم الصحيح غلط فبيقولوا لأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكاذب لكيودان جميع لذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم فلأنه فيه سرور بالإثم واردة عن الإثم عشان كده الضلال بيغلب الإنسان وبيدي النصيحة دي أو الفهم ده في تيموثاوس التاني بيقول لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم وبيقول كمان في تسالونيك الأولى خمسة إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب الطقوة فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا بل هو متعلل بمباحثات وممحكات الكلام التي منها يحصل حسد والخصام والافتراء والزنون الرضية الخلافات والنزاعات والجدلات اللي بلا طائل وراها إيه؟ وراها تصلف وراها كبرياء وراها أهواء الإنسان مش منتبه ليه؟ لكن لو الإنسان بيكون بيعي ذاته وبيعي الداخل بتاعه هيبتدي يقاوم نفسه أو يقاوم الأهواء بمعونة الله هيدي دور لعمل الروح القدس الداخلي فيه عشان لو أنا نروح القدس عامل فيها وعامل في الآخر هنلاقي نفسنا بنتقابل في الحق بدل ما يكون جدال مش هيوصلنا لحاجة حتى دي مهمة أنها بتورينا مسؤولية مستقبل التعليم مش بس المعلم اللي عليه مسؤولية كمان في موضوع تحدي التعليم هتيجي نقطة التمييز بيقول بوليس إنجيل أنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم بتدي بوليس يدي شوية علامات إزاي ممكن اللي بيستقبل تعليم يميز المعلم الحقيقي من المعلم الكازم فبيقول إنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلا فأولا التعليم مدعوم بعمل الروح القدس بقوة وحضور الروح القدس في التعليم ما هواش مجرد كلام في الهوى وخلاص بوليس بيتكلم على أنه كمان الفيصل في الموضوع هو خبرة المتعلم بالمعلم فبيقول كما تعلمون يعني هم لمسوا حاجة اختبروا حاجة في خلال علاقتهم ببوليس وطبعا التعليم اليومين دول كله عبر الفضاء مش بالضرورة نكون بنقابل المعلم لكن هيبقى الاحتكاك بين المعلم والمتعلمين أو التلاميذ مهم جيبت لأنه فيه بيتم فعلا الكشف عن أنه هذا الإنسان هو حقيقي ومستقبل من الله ولا بيتكلم بأهوائه وحياته مش بتعكس اللي هو بيقوله ففي وقت احنا الزمن مليان فيه بفلسفات عالمية وأفكار وطيارات مضلة الإنسان محتاج يكون بيقف على أرضية صلبة يكون عنده موضوع التمييز فمش بس أنه بنستقبل تعليم وخلاص لكن المجتمع الكنسي والفرد في المجتمع الكنسي محتاج يكون بيدقق هو بيستقبل إيه لأنه الفلسفة اللي في زمنها هي فلسفة أيمة على النسبية بمعنى أنه كل واحد له رأي في اللي بيسمعه واللي بيشوفه كله رأي في منهج الحياة فصعب تلاقي ناس كتير متفقة على نفس الشيء لأنه زي ما النسبية بتقول الموضوع ده بحسب رأيك انت لكن مش بالضرورة يكون بحسب رأيي أنا فمعاتش فيه أرضية صلبة كمان مع وجود الزاتية أنه كل حاجة سبجكتف يعني أنا المرجع الأول والأخير في حكمي على الأمور بحسب هي بتعجبني ولا لا فالتعليم الصحيح بالنسبة لي هو التعليم اللي بيريحني التعليم اللي بيرضيني فمفيش هنا معيار واضح للقياس والتمييز فنلاقي أنه عشان الإنسان يوصل لمعيار للتمييز صحيح في زمن زي اللي احنا فيه ده محتاج معيار خارج عنه من براه حاجة فوقية فائقة وهو ده دور الروح القدس في الكنيسة دور الروح القدس في الكنيسة كجماعة ودور الروح القدس في الكنيسة في الأفراد في الشخص الوحد زي ما بيقول القدس يوحن الحبيب في يوحن الأولى وأما أنتم فلكم مسحة من القدس وتعلمونا كل شيء الموضوع محير وصعب وخاف وإحنا بنقول لازم يكون عندنا تمييز إن كل واحد ينصب نفسه حكم وقائم على الحكم في التعليم بس مش عارف لها حل بصراحة احنا بنحط المشكلة قدامنا هو تحدي زي ما بنقول يعني لكن الواضح أنه إن كانت الأمور كلها نسبية في هذا العالم فإحنا محتاجين مصدر مطلق يكون بنتقابل فيه كلنا يقنعنا كلنا فإن كان الروح القدس يكون عامل فينا فكلنا هنتفق فبيقول أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنون أنتم تشهدوا لأنكم اختبرتم بنفسكم النقطة التالية هي موضوع النسيان والنسيان ضربة صعبة جدا هي ضربة روحية غير أنها كمان مرتبطة بطبيعتنا البشرية ولأننا تحت الزمن فبيقول بوليس بالبعد ما تألمنا قبلنا وبغي علينا كما تعلمون هنلاقي بعض المصطلحات بوليس بيشاور فيها على أحداث ماضية وكانوا بيحاول يذكرهم إزاي يعرفوا أنه التعليم الصحيح هنا والتعليم الكاذب هنا فبيفكرهم هم اختبروا معي يقولون كما تعلمون فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملين ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم أنتم شهود يبقى بنذكركم وإنتم شاهدتم إلى آخره إزاي ممكن تسلكوا ويسترجعوا التعليم يقولون كما تعلمون كيف كنا نعز كل واحد منكم كالأب ده بيشبه شوية اللي عملوا القديس بطرس في رسالته لما بيقولهم هذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء فيهما أنهض بالتسكرة ذهنكم النقي بنقول إن الكلمة فيها روح وحياة وإحنا كبشر تحت الزمن وارد إن إحنا نكون بننسى لكن كمان المقاوم أو الشرير أو إبليس بيشتغل على الجزئية دي إنه يحاول ينسي المجتمع الكنسي أو شعب الله ينسيهم التعليم الصحيح ليه؟ عشان يبقى سهل عليهم يقبلوا التعليم المزيف لكن الكلمة في استرجاعها وتقرارها زي ما بوليس بيفكر أهل تسالونيكي وبطرس بيفكر الكنيسة اللي بيبعت لها رسالة بيبتدي يعمل عملية تنقية للزهن زي ما بيقول والزهن هنا اللي هو ممكن اختصارا نقول إنه هو القلب أو البديهة الروحية عشان تبتدي يخرج من الداخل التعليم الصحيح اللي كان تم زراعته من قبل كده ويخرج للسطح للفكر اللي بعيش به يوميا العكس صحيح الكلمة قلنا جاية من برة وبتنهض الداخل واللي في الداخل بيخرج من جوه لو أنا ابتديت أنتبه في مغدعي في صلاتي في طلبي لله أنه يحي فيها اللي ربنا زرع فيها بتعليم مقدس في العهد الجديد نشكر الله أنه الوصية مش زي زمان كان محتاج الإنسان عشان يفتكرها يكتبها على قوائم بيته وعلى عصابة ويلفها حوالين رأسه لكن في العهد الجديد الوصية بتكتب فيه من الروح القدس على قلب الإنسان وبالتالي الإنسان ماشي والوصية محفورة جواه لو انتقلنا الموضوع للطقوة والسلوك ونبتدي وإحنا ماشيين نربط ده بمشكلة التعليم واللي شفناه كحالة محددة في كنيسة تسالونيكي هنتكلم أولا على نقطة الثبات في مشكلة برضو بالنسبة للثبات وده يرجع إلى أن احنا برضو بشر تحت تأثير الزمن ونتيجة للسقوط الإنسان بقى حاله متغير فالثبات بيتزعزع أو التغيير بيأتي بسبب الضيقات فبيقول بوليس لأهل تسالونيكي كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات هيتزعزع في إيمانه هيتزعزع في اللي هو متمسك به لكن كمان الثبات ممكن يتأثر بسبب التجارب فممكن تيجي على الإنسان تجربة من الشرير أرسلته لكي أعرف إيمانكم لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا ففي وقت التجارب والتعب والضيقات وأيضا بسبب ضعف الطبيعة البشرية الإنسان ممكن يتزعزع أو ينتقل من ثباته يقول لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة فلو جي على الإنسان تعليم زائف أقنعه بمنهج حياتي مش صحيح في وقت الضيقات ممكن يكون بيرتد عن المسيح في وقت تجربة الشرير ممكن يكون بيرتد عن المسيح ممكن يلاقي إنه الحياة مفيش منها طائل بالقداسة إيه لازمتها طب ما أنا أعيش أعمل لأنا عايزه أعمل لأنا عايزه هنا مش بتتكلم على الحرية لكن بتتكلم على الاستباح فاتبطوا إذن أيها الإخوة تمساكوا بالتعليم التي تعلمتموها سواء كان بالكلام أم برسالتنا يبقى التعليم الصحيح هيساعد الإنسان على أنه يثبت في الإيمان ويثبت ضد التجارب ويثبت ضد الضيقات لكن كمان لو بدنا نتكلم على موضوع مشكلة التلامس مع المعلم والقائد الروحي فاتلاقي إنه كنيسة كورونسوس بولس سوريا تسالونيكي بولس حاول يروح لهم أكتر من مرة لكن الشيطان أعقل لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين وإنما عقنا الشيطان التلامس بين التعليم مش بس بالكلام لكن بالحياة فالإنسان بيتشرب من المعلم في خلال احتكاكه به ولأنه الإنسان كمان زي ما شفنا بينسى ممكن يضرب بالنسيان فوجوده في محيط المعلم بينهج ذهنه حتى بدون كلمات فالمعلم في وجوده هو مؤثر مش بس يعني بوجود جسدي لكن كمان بتأثيره الروحي النقطة التالية هتبقى عن استكمال المسيرة وإزاي إنه الكنيسة وهي ماشية أو أعضاء الكنيسة هما ماشيين بيبقوا محتاجين توعية بإنه الحياة المسيحية مش نقطة ساكنة لكنها مسيرة ممتدة مسيرة نمو وازدياد زي ما نلاحظ الألفاظ بتاع بولس بيقول والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة وفي الآية التالية بيقول طالبينا ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وبوهكم ونكمل نقائص إيمانكم يبقى المسيحي مش بيتولد خلص مخلص لكن بيبتدي مسيرة التكميل بيقولهم كمان نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وتردوا الله تزدادون أكثر يبقى في نمو في زيادة في تكميل محتاجين نعي هذا الجانب من الحياة المسيحية أنه مش عشان أنا مسيحي يبقى أنا مش محتاج أمشي مشوار المعمودية والميرون كانوا نقطة بداية نقطة انطلاق والإنسان محتاج يفعل المعمودية على مدار حياته كمثال باختصار يعني أنه التوبة هي امتداد للمعمودية المعمودية بصفاتها توبة أولى محتاجة تستمر في حياتي بمدومتي على التوبة نفس الموضوع في موضوع سر الميرون أو المسحة المقدسة فإن كان مسحة الميرون هي الملء الأول فالإنسان محتاج يكون بينمو في الملء الروح القدس ويزداد فيه ومن هنا هيجي مفهوم زي اللي بيكلم عنه المطران يوحن زيزيولس عن الإنسان الإفخارستي فبرضو الإفخارستية مش محدودة فقط في وقت القداس لكنها بتتحول إلى نمط حياة الإنسان المسيحي ممكن يحياه حتى خارج الليتورجية فده بيسميه يوحن زيزيولس الإنسان الإفخارستي وبتكلم يوحن زيزيولس كمان عن التحول من الوجود البيولوجي إلى الوجود الكنسي نقرأ مع بعض كده اقتباس من كتابه الوجود شركة بيقول لذلك صارة من صفات الكائن الكنسي أن يحب فوق كل دوائر الخصوصات ليس لأنه خاضع ومستعبد لدعوة أخلاقية مثل تلك التي تتردد في اجتماعات المسيحيين تحب قريبك كنفسك بل لأن المحبة صارت هي الكيان الجديد للشخص الكنسي الذي ولد من رحم الكنيسة في الميلاد الجليد أي المعمودية مما جعله عضوا في أسرة الله التي تعلو على كل القوانين البيولوجية وغيرها أنا مهتم في الاقتباس ده شاور على أنه الحياة المسيحية حياة انتداد وازدياد فإن كان الإنسان بيحب اللي بيحبوه وبيحب قريبه بيحب أسرته بيحب أصدقائه لكن الإنسان المسيحي محتاج يتخطى الدوائر الخصوصية دي يتسع ينمو فإنه يخرج بمحبته للي ما كانش في باله إنه ممكن يحبوهم قبل كده أنا بدي هنا مثال على إزاي الإنسان ممكن يكون بيستكمل مسيرته كإنسان مسيحي وإنه ما يبقاش منحصر في نقطة أو في وضع جامد في نوع من الاكتفاء والاستغناء ونتحول من غير ما ننتبه يعني إلى ما يسمى بالمسيحية الإسمية هنا المعمودية والميرون هيبقوا يعني مش بيتم الاستفادة منهم الاستفادة القصوى هيبقوا مجرد ووسط للانتماء لمجتمع معيه موضوع الاستعداد والصهر في مسيرة الحياة المسيحية وانعكاسه على التقوى الشخصية للإنسان هنلاقيه مرتبط جدا بموضوع التعليم اللي اتكلمنا عنه في البداية لأنه يتردد كان داخل كنيسة تسالونيكي وفي الإمبراطورية الرومانية كلها كمان بيقول حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون ايه موضوع سلام وأمان ده سلام وأمان ده هو السلام بتاع الإمبراطورية الرومانية ما اسمعش عنه قبل كده اللي هو الباكس رومانا وده كان حقبة من السلام الظاهري والحد الأدنى من الأمان اللي ساد على الإمبراطورية من 27 قبل الميلاد إلى 180 ميلادين الإحساس والشعور بالأمان والسلام المجتمعي ربما كان لنعكاس على حال أعضاء الكنيسة في تسالونيكي وخلى ده يرسخ عندهم مفهوم المسيح بقى إيه مش جاي دلوقتي الدنيا أمان وإيه وسلام في الحقيقة الكتاب تكلم عن ما يوجبه ده من أيام العهد القديم وبيقول أنه رسالة زي دية وبولس أعتقد بيشاور عليها برضو بتؤدي إلى إهلاك الشع فأرمية 6-14 بتقول ويشفون كسر بنت شعبي على عثم قائلين سلام سلام ولا سلام وبالتالي بولس الرسول ببتدي شجع أهل تسالونيكي على اليقظة والصهر فبيقولهم فلا ننم إذن قلباقين بل لنصهر ونصف الصهر هنا مش بس الصهر في خلال ساعات الليل يعني بالجسد لكن هو كمان اليقظة القلبية إن الإنسان منتبه وواعي لنفسه زي ما كلمنا في البداية عن موضوع الأهواء الإنسان اللي عايز يعيش في استباحة بيطلع انتظاره للمسيح ومجيء المسيح بره اهتماماته فبيعيش في حالة من النكران أو النسيان إنه في توقع لمجيء المسيح وفي انتظار لمجيء المسيح النقطة التالية اللي هتكلم عنها اللي هي ليسوا من العالم لكنهم في العالم ده عنوان أشمل كده حطيت تحته بعض النغة الفرعية يعني وهو موضوع حياة القداسة وزي إنه أعضاء الكنيسة إن كان بيتشال من انتباههم مجيء المسيح هيفرطوا بالتأكيد في القداسة وإن كان العالم بيعيش في نجاسة محيطة بأولاد الله زي في تسالونيكي فده ممكن يكون له نعكسات على حال المجتمع الكنسي فبوليس بيقول لهم لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وقرامة لا في هوا شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله فبيبقى تحدي من التحديات برضو إنه إزاي أعضاء الكنيسة يعيشوا بنمط مخالف للعالم المحيط به إن كان العالم بيعيش في نجاسة أنا إزاي أحيا في قداسة وزيها برضو موضوع المحبة زي أحيا بالمحبة إزا كان المجتمع من الحوالية كله بيعيش في أنانية وكل واحد بيقول يعني ما معناه يلا نفسي يعني لكن بوليس بيشجعهم أما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضهم فده تحدي إنه بتقابل مع نمازك في المجتمع هي مش بتقدم لي محبة وأنا ببقى مطالب إن أنا أقدم لهم محبة إن إنساق الإنسان وراء النمط الحياتي بتاع العالم هيرجع داخل المجتمع الكنسي وفي دوائره الروحية وهيلاقي نفسه بيعيش بنفس المنهج وبالتالي هتلاقي روح العالم دخلت جوه المجتمع الكنسي كمان موضوع الحياة في هدوء ويمكن ده نقطة تبقى غريبة علينا شوية أو مش معتدين ننتبه لها بوليس بيقول لهم أن تحرسوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم لأنه في انشار التعليم الكاذب دوت بأنه المسيح مش جاي قريب البعض ابتدى يكون عال على المجتمع بمعنى أنه يسيب الشغل ويبقى عاطل ويخلي مصدر داخله هو من باقي أعضاء الكنيسة بوليس بيقول أنه الإنسان اللي مش بيعيش بطريقة صحيحة هيتدى يبقى متطفر أنا بحاول أقول المعنى الآيات باختصار يعني لما بيكلمهم عن تسلقه باللياقة عند الذين هم بالخارج أنه الصورة النهائية اللي هتتصدر للمجتمع الخارجي أنه المسيحي عالى أنه مش جاد في حياته أنه مش بياكل من تعب جبينه يعني أو من عرق جبينه وبالتالي هيصدر صورة سيئة موضوع الهدوء هو مرتبط بأنه مش أن الإنسان يقعد ساكت بس يعني كجزء من موضوع الهدوء لكن هو مقصود بي بالأكتر السكون القلبي أن الإنسان يهدئ نفسه في محضر الله يسكن نفسه في محضر الله عشان يقدر ينتبه لحالته الحقيقية الداخلية ويقدر يشوف توجيه الروح القدس ممكن ليه يكون في أنه اتجاه ويقدر يكتشف في نور الروح القدس موضوع الأهواء اللي تكلمنا عنه أكتر من مرة بعد كده نشوف موضوع الرجاء وإزاي أنه أهل التسلولين كانوا بيحزنوا وقال باقين الذين لا رجاء لهم وده ارتباطوا إيه بموضوع التعليم أنه ما فيش قيامة للرقدين لأنه الرقد ومش هيقوم فبيقولهم بوليس عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر إن كان في إيمان منضبط هنلاقي إنه الحزن لا يغلب الرجاء اللي في الإنسان إذ هو عادل عند الله إياكم الذين تضايقون راح معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوتهم يبقى انتظار المسيح وتوقع مجيء هينشق في الإنسان رجاء هيلاشي الحزن هينشق تعزية وهيكون في توقع لراحة نقطة دي برضو خطيرة جداً في داخل المجتمع الكنسي بنشوفها عند أهل تسالونيكي من الواضح أن أهل تسالونيكي كان عندهم مشاكل مع بعض القادة الكنسيين ومش بيدوهم المسيح أن هم يقوموا بدورهم المزبوط داخل الكنيسة فبيقول لهم بوليس ثم نسألكم أيها الأخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينزرونكم وأن تعتبروهم كثيراً جداً في المحبة من أجل عملهم ونطلب إليكم أيها الأخوة انزروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس اسندوا ضعفاء تأنوا على الجميع بوليس بيتكلم على أن الشخص يكون بيركوجنايز أو بيعرف مين اللي بيتعب وبيدبر في وسط جسد المسيح ومش بيقول تعتبروهم أو تعطوهم هذا الاعتبار بطريقة بشرية جزدانية بحسب ما هو منتشر في العالم لكن بيتكلم أنه يكون دوت الاعتبار الكثير جداً ده في المحبة أو بحسب التعبير الكتابي في موضع آخر مثلاً عن طاعة الأولاد لأهلهم بيقول لهم أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق طبعاً لما بتتأثر الكنيسة أو المجتمع الكنسي بأفكار وطيارات العالم المحيط بتبتدي تتشوه بعض المصطلحات في وعينا يعني كلمات زي الخضوع والطاعة بتبقى لتمثل لنا معاني متعبة أو منفرة المشكلة هنا مش في المصطلح نفسه لكن المشكلة في استقبال لي فإن كان عندي فهل أنا استمديته من المجتمع ومن العالم بخصوص المصطلحات دي هاجي داخل إطار الكنيسة ولا إن الألفاظ دي متعبة لي المبادئ دي أنا مش قادر أعيش بيها وبرفضها تماماً في الواقع جوه الكنيسة هلاقي نفسي بسمع بالمخاوف بتاعتي أنا بخاف من موضوع الطاعة أنا بخاف من موضوع الخضوع ليه؟ لأنه عندي بيترجمه إلى الاستغلال والغاء شخصيتي والاستعباد وإلى آخره من المسميات الصلبية دي لكن لو أنا عندي تعليم منضبط وصحيح وفيه نور من روح القدس بيجي نور جوه الحياة وتابع الكتاب المقدس وما استبعتش حاجات بحسب أهوائي من تعليم الكتاب المقدس هلاقي إنه المبادئ دي صريحة ووضحة وثبتة كمقومات أساسية للحياة المسيحية إن كان العالم مش فهمها ويطبقها بطريقة ساقطة ده بش معناه إنه المبدأ دوت مش صحيح وللأسف إحنا برضو في زمن لو نكلم عن زمننا بتسود عليه الفلسفة أو المبدأ بتاع الأناركية حد نسمع المصالح ده قبل كده اللي هو اللاسلطة بالبلد يعني إيه محدش نه كبير يعني المبدأ دوت البشر رواجوله على مدار الكام قرن اللي فاته وابتدت تبقى في المجتمعات في مناداء بإنه نتمرد على كل نموذج قيادي إيه اللي وردوت وإيه الغرض منه الغرض منه هو في البداية طبعا كان إنه لو فيه نموذج سلطة شرير نتحرر منه لكن المشكلة أننا بنلاقيها أنه لما يدخل هذا المفهوم داخل المجتمع الكنسي لأنه داخل المجتمع الكنسي إحنا مش في استعباد ومش المفروض أن يكون في استغلال لكن وجود مدبر أو راعي غرضه هو خدمة شعب المسيح أو ضبط التعليم مثلا داخل الكنيسة أو زي ما بولا كان بيكلم من شوية على تنظيم المواهب داخل الكنيسة ورعاية أصحاب المواهب داخل الكنيسة وبالتالي إحنا هنا في الجزئية دي هنلاقي النقطتين بتوع التمييز والانتباه للأهواء مهمين جدا لأنه لو أنا الهوى الشخصي هو اللي غالب عليها هلاقي أنه عندي دايما ميل لرفض أي نموذج قيادي وأنا القيادي إذا بنأكد تاني أنه مش تسلط لكنه شخص بنوط بدور معين لتنظيم شكل الحياة الكنيسية يبقى الأهواء بتخلي استعبالي للمفاهيم معوك مش منضبط والتمييز هلاقي نفسي باخد المفاهيم اللي من بره الكنيسة اللي موجودة في العالم وابتدي وظفها بطريقة خاطئة مش في محلها داخل الكنيسة النقطة الأخيرة اللي أتكلم عنها هي موضوع حياة الشهادة فبولس بيقول لأهل تسالونيكي من قبلكم قد أزعت كلمة الرب بل في كل مكان أيضا قد زع إيمانكم بالله حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا نشوف نموذج جيد جدا لكنيسة تسالونيكي وهو برضو تحدي أنه بالرغم من غياب القائط اللي هو بولس لكن الكنيسة عيشة ومكملة وحياتها بتشهد بتشهد بعدة طرق فبيقول لهم صرتهم قدوة لجميع الذين يؤمنون اللي بيؤمن وينضم للكنيسة لقوا قدوة في كل مكان أيضا قد زع إيمانكم وبرضو كيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبد الله الحي الحقيقي السيرة دي انتشرت فالتغيير اللي طرق على حياة أهل كنيسة تسالونيكي هو الوحده بقى بيوصل رسالة الله مش بس بالكلام المنطوق مش بس بكرازة بنشر خبر لكن الحياة نفسها اليومية ليهم وإزاي كانوا هم في يوم الأيام بيعبدوا أوثان وبيشتركوا في ممارسات ربما تكون غير مقدسة لكن دلوقتي النقلة ديت بتزيع الكلمة بتزيع الإيمان وبتدي قدوة أو نموذج يعني الإنسان اللي جاي ينضم الكنيسة يمشي وراه أنا بشكركم على صبركم اشتركوا في القناة